صباح الخير يا رابع إن شاء الله يامس تكونوا بخير وسحة وسلامة اليوم يامس رح نبدأ بوحدة جديدة من مادة اللغة العربية بعنوان بعنوان دماضات الجروح طبعا اسم الوحدة الإنسان للإنسان إيش يعني الإنسان للإنسان يامس يعني الناس لازم يامس تساعد بعض وما يتركوا بعض لازم الناس يساعدوا بعض وما يتركوا بعض أول إش رح نبدأ فيه اللي هو عندنا إيش التحدث يلا يامس نركز مع بعض على الحل نتطلع على الصور اللي قدامنا صف المكان الظاهر في الصورة صف المكان الظاهر في الصورة شو موجود عندنا؟ معرض زجاج ومرايا مكان لبيع الزجاج والمرايا إذن نكتب معرض زجاج ومرايا ماشي ميس؟ لماذا يضع العامل الضماضة على يد زميله؟ حتى لأن هنا هون شوفوا بيكون إنه انجرحت إيده وعم بلافله بإيده إذن ليساعد في علاجه مكان الإصابة صحية ميس؟ في الصورة الثانية ماشي؟ ماذا يفعل الطبيب في الصورة؟ ماذا يفعل الطبيب في الصورة؟ يقوم بوضع الضماضة على يد المريض؟ ماذا تنسح زميلك إذا أصيب في أثناء اللعب؟ بالذهاب إلى الطبيب لماذا؟ لماذا؟ ليقوم بالإجراءات المناسبة أوكي ميس؟ السؤال اللي وراء ما أهمية وجود صندوق الإصعاف في المنزل؟ ليش؟ إحلاجنا مجلزم يكون هنا صندوق إصعاف لنقوم باستخدام الأدوية عند الحاجة يلا يعمل سي نكمل على ما يحتوي صندوق الإصعاف؟ على ما يحتوي صندوق الإصعاف؟ يحتوي على الدواء المراهم لاصق الجروح ماشي يا ميس؟ هذا كل ياته إحنا بنحتاجه ما المكان المناسب الذي يوضع فيه صندوق الإصعاف في المنزل؟ يوضع في مكان مرتفع عن أيدي الأطفال صح يا ميس؟ صح يا ميس؟ يلا يا ميس ننتقل للدرس درسنا اليوم بعنوان ضماضات الجروح درسنا اليوم بعنوان ضماضات الجروح يلا يا ميس ننتبه يلا يا حلوين ضماضات الجروح كثيراً ما يصاب أحدنا ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات فيلجأ إلى استخدام ضماضات الجروح فهل خطر لك يوم أن تسأل عن قصة اختراع هذه الضماضات؟ رح أقرأ لكم فقرة فقرة ونستخرج منها القواعد مع بعض يصاب فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمّة صح يا ميس؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمّة من الذي يصاب؟ أحدنا إذن أحدنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمّة طيب قلنا أي كلمة بعض بعض بتكون مضاف إليه وين ما تشوف كلمة بعض؟ ووراها الكلمة؟ الكلمة اللي وراها بدها تكون مضاف إليه الواو حرف عطف الواو حرف عطف وأو حرف عطف فالخدوش والكدمات يسمى عطوف صح يا حلوين؟ يلجأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمّة إلى حرف جر استخدامي اسم مجرور الألف أو الهمزة اللي بكلمة استخدام هي عبارة عن همزة وصل هي عبارة عن همزة وصل الجروحي ضماضات عبارة عن اسم نكرة أجا وراها اسم معرف بألمجرور فهو مضاف إليه فهل أداة استفهام؟ ماشي؟ وانتهت الجملة بعلامة استفهام فهي الجملة عبارة عن جملة استفهام عبارة عن جملة استفهام طيب أجت عنا تسأل فعل مضارع منصوب لأنه أجا وراها أن أن حرف نسب أجا وراها تسأل فعل مضارع منصوب عن قصة اختراع هذه الضماضات هذه اسم إشارة صح يا ميس؟ يعود الفضل في اختراع ضماضات الجروح إلى أيرل ديكسون الذي فكر في طريقة لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل لتستغني بذلك عن الضماضات الكبيرة التي تغطي العضو المصاب كله بيحكي لنا أن هذا اللي اسمه إيرل ديكسون قام بيستفكر بطريقة حتى أنه يعالج إصابات زوجته أثناء عملها بالمطبخ وحتى تستغني عن الضماضات الكبيرة اللي بتغطي العضو المصاب لذلك فكر في إشي اسمه ضماضات الجروح يعود إعرابها فعل مضارع مرفوع من الذي يعود؟ الفضل فاعل في حرف جار اختراعي اسم مجرور الذي طبعا اسم موصول هدونا نكون حافظينهم فكره وفكره وخلص فمعناته فعل ماضي في طريقة لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزلي المنزلي اسم مضاف إليه لتستغني عندنا هون فعل مضارع اتصل بلام التعليل فعندنا هون إذن فعل مضارع مرفوع ومنصوبه على مطبخ في الفتحة ذلك اسم إشارة للبعيد الضماضات جمع مؤنث سالم صح؟ الكبيرة نعت وصفل الضماضات بإنها كبيرة ألسق ديكسون قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط لاسق وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة فتمكنت زوجته بذلك من مداوات جروحها بسهولة ويسر ألسق هو ألسق وخلص إذن فعل ماضي فعل ماضي من الذي ألسق ديكسون فاعل ماذا ألسق قطعا مفعول به ما لها القطع صغيرة إذن نعت من حرف جر القماش اسم مجرور النظيف نعت أول المعقم نعت ثاني في حرف جر منتصف اسم مجرور شريط لاسق لاسق شو بنعربها نعت أعدها فعل ماضي وأعدها وخلص تمكنت فعل ماضي ايش يعني معنى كلمة تمكنت استطاعت ايش معنى كلمة تمكنت استطاعت من التي تمكنت زوجته إذن زوجته بنعربها فاعل من مداوات جروحها بسهولة ويسر نحن نكمل عارض ديكسون اختراعه على إدارة شركته فرحبت به وعملت على تطويره حتى يناسب أحجام الجروح كلها حتى يناسب أحجام الجروح كلها صح يا ميس؟ حتى يناسب أحجام الجروح كلها ووزعت المنتوج على مجاناً على الفرق الكشفية في أنحاء البلاد كافة ترويجاً له عرض فعل ماضي من الذي عرض ديكسون؟ فاعل ماذا عرض ديكسون؟ اختراعه مفعول به على حرف جار وإدارة اسم مجرور رحبت فعل ماضي وعملت برضو فعل ماضي حتى يناسب حتى يناسب أحياناً حتى بتكون حارف نسب ماذا يناسب أحجام مفعول به ووزعت المنتوجة مجاناً وزع فعل ماضي المنتوجة مفعول به على الفرق الكشفية في أنحاء البلاد كافة ترويجاً له هلا اسمعوا فيه عندنا إشي باللغة العربية اسمه المفعول لأجله إشي اسمه المفعول لأجله لماذا وزعت المنتوجة على الفرق الكشفية في أنحاء البلاد كافة ترويجاً له إذا من أجل الترويج لهذا المنتوج وزعته على أرجاء البلاد كافة فترويجاً شو بعريبها؟ مفعول لأجله منصوب مفعول لأجله منصوب إذن المفعول لأجله يرابع هو عبارة عن إثم منستخدمه حتى أنه يوضح لنا السبب الذي من أجله إيش حدث الفعل أو حدثت هذا الأمر حظي ديكسون بتقضية شركته لا ومنح ترقية بالفضل اختراعه الذي انتشر في أنسقاع الأرض وأصبح لاغنى عنه في الإسعافات الأولية حظي فعل ماضي ديكسون فاعل الباء حرف جر تقديري اسم مجرور الذي اسم موصول انتشر فعل ماضي الفي حرف جر أسقاعي إيش يعني أسقاعي؟ يعني أنحائي إيش معنى كلمة أسقاع؟ يعني أنحاء الأرض وأصبح لاغنى عنه في الإسعافات الأولية هاد يامس درسنا لليوم بتمنى إنكم يامس تكون أموركم تمام طبعا معاني المفردات التراكيب الفهم والإستيعاب هذا واجب علينا واجب علينا بشوفكم على خير ويعطيكم ألف عافية